تحليل لوكالة الأناضول منشور في الثامن من يونيو حزيران من عام 2020 بعنوان التوتر الصامت يقطع أهم ذراع ثقافي للإمارات بالمغرب واستتوتر صامت في العلاقات بين الرباط وأبو ظبي أعلنت مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث الإماراتية مطلع إبريل نيسان الماضي تجميد جميع أنشطتها بالمغرب تجميد جاء بحسب ما أعلنته المؤسسة التي تعد أبرز الأذرع الثقافية لأبو ظبي بسبب الظروف والتداعيات التي فرضها انتشار جائحة كورونا وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية إلا أن مراقبين يرون أن القرار لا يمكن قراءته بمعزل عن التوتر الصامت بين الرباط وأبو ظبي والذي يطفو إلى السطح بين الفينة والأخرى لأسباب أبرزها موقف الرباط المحايد من الحصار المفروض على قطر ضمن الأزمة الخليجية القائمة منذ عام 2017 وتصدر مؤسسة مؤمنون بلا حدود الإماراتية أربع مجلات هي يتفكرون وذوات وألباب وتأويلات ويعمل فيها العشرات من الباحثين والصحفيين المغاربة وبحسب مختصين فإن الإمارات تتدخل في عدد من المؤسسات الإعلامية من خلال تمويلها بل وصل الأمر إلى الدخول في رأس مال أحد أبرز المواقع الإخبارية في المغرب وهو ما أثار جدلا كبيرا أسباب أخرى عبدالصمد بن عباد الصحفي المغربي والباحث في التواصل السياسي أكد أن تجميد المؤسسة لأنشطتها في المغرب بعد ثماني سنوات من العمل لا يمكن أن يقرأ بمعزل عن التوتر السياسي غير المسبوق الحاصل بين الرباط وأبوظبي وأضاف بن عباد في حديث للأنضول أن لهذا التجميد سبب غير ذلك المعلن الذي عبر عنه مسؤول المؤسسة بقولهم أنها تعاني من عجز مالي وأنها لم تعد باستطاعتها الوفاء بالتزاماتها للموظفين وتابع السبب الحقيقي الخفي الذي لم تعلن عنه المؤسسة يكمن في السياق الذي جاءت خلاله عملية الإغلاق وبحسب المتحدث فإنه حتى لو تم الهروب إلى أن الأزمة المالية هي التي دفعت إلى اتخاذ قرار التجميد إلا أن هذا الأخير مرتبط بالخلاف السياسي الذي تجاوز الحدود المعقولة له بين الرباط وأبوظبي وهذا التوتر يرجع في أحد جوانبه بحسب بن عباد إلى الخلاف بين البلدين على نموذج التدين ومحاولة الإمارات عبر أذرعها التقافية والدينية على المستوى الداخلي والخارجي محاربة التجربة المغربية في التدين المبنية على المذهب المالكي علميا وعلى التصوف عبادة وأشار المتحدث إلى أن هذا الخلاف لابد من أن تنتقل آثاره إلى كل ما يتبع للإمارات داخل المغرب وبالتالي لا يتصور أن نظاما شموليا كالإمارات ستتحرك المؤسسات التابعة له خارج التسبيح بحضرة الإمارة نية مبيتة حديث بن عباد يؤيده مصدر من داخل مؤمنون بلا حدود أفاد في تصريح لموقع بن عصا المحل المغربي أن التوقف المفاجئ للمؤسسة لا دخل لجائحة كورونا به المصدر الذي لم يكشف الموقع المغربي هويته أوضح أن النية كانت مبيتة من قبل خاصة بعد التوتر الكبير الذي تعرفه العلاقات المغربية الإماراتية وعدم رضوك المغرب للكثير من الإملاءات الخارجية الشيء الذي يجعل المؤسسات الثقافية والفكرية تؤدي ثمنه للأسف وأشار إلى أن مؤمنون بلا حدود لم تكن في يوم من الأيام مؤسسة ربحية ولم تعتمد إطلاقا في تنظيم أنشطاتها على مبيعات الكتب ولا على المعرض بل كل المنتج الفكري والثقافي الذي كانت تقدمه والمؤتمرات الفكرية وغيرها من الأنشطة وكلها بتمويل إماراتي المصدر ذاته أكد أن رسالة من المؤسسة وصلت الموظفين مطلع أبريل نيسان الماضي تطلب منهم تقديم استقالاتهم لأن المؤسسة لديها عسر مادي بسبب توقف الدعم الإماراتي عنها الأمر الذي فاجأ هؤلاء الموظفين وهو ما جعل المدير العام يرسل إليهم شعارا بالفصل عن العمل لقوة قاهرة يوم السادس من أبريل نيسان الماضي أزمة مستعصية على الصعيد ذاته قال خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الأول إن الأزمة المستعصية بين المغرب والإمارات لم تعد اليوم تخفى على أحد وفي حديث للأنضول أضاف الشيات أن هذه الأزمة لم يعبر عنها إلا على مستوى الإعلام دون أي موقف رسمي إلا أن ذلك لا ينفي وجود الأزمة التي أصبحت ظاهرة للجميع وعن إغلاق مؤسسة مؤمنون بلا حدود في المغرب أعتبر الشيات أن الإغلاق يعكس عقلية داعمي المؤسسة بالإمارات الذين يصرون على إقحام كل شيء في خلافهم مع المغرب ومن بين ذلك المستوى الثقافي وتابع المفترض نظريا أن المؤسسة مستقلة في قرارها عن كل ما هو سياسي لكن إغلاقها يدل على أنها لا تخرج عن عباءة سياسة أبوظبي فليس لها أي استقلال وأكد الأكاديمي المغربي أن إغلاق مؤسسة مؤمنون بلا حدود يعكس أيضا عقلية صناع القرار في الإمارات من خلال اتجاههم للقطيعة التامة مع كل من لا يدور في فلكهم من الدول وذكر الشيات أن المغرب كان دائما على علاقة جيدة مع الإمارات والسعودية لكن هؤلاء من خلال سياساتهم الرعناء أصروا على فقد هذا الحليف الاستراتيجي ولم يرق لهم موقف الرباط من حصار قطر والتدخل الخارجي في اليمن وليبيا وغيرها من الدول وتشهد علاقات المغرب مع الإمارات حالة من التوتف بسبب تباعد المواقف بين الطرفين بشأن ملفات عديدة أبرزها موقف الرباط المحايد من الحصار المفروض على قطر ضمن الأزمة الخليجية القائمة منذ عام 2017 وكذلك موقفها من الأزمة الليبية بجانب انسحاب المملكة من الحرب في اليمن والتي تدعم فيها الرياض القوات الموالية للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران وطفت أيضا على السطح مؤخرا أخبار تداولتها مواقع مغربية فيد بسحب الرباط سفيرها وقنصليها في الإمارات بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب أحداث متسارعة تكشفت معها ملامح هذه الأزمة والتي كان آخرها ما تعرضت له الحكومة المغربية ورئيسها سعد الدين العثماني من اتهامات بالفشل في مواجهة فيروس كورونا وبالعجز عن تلبية احتياجات المواطنين من قبل الذباب الأولكتروني التابعي للإمارات وفي ردهم على هذه الهجمة أطلق إعلاميون ومغاربة هاشتاغ شكرا للعثماني تصدر قائمة الوصوم في البلاد اشتركوا في القناة